تدبروا أمركم بأنفسكم هو لسان حال حكومة العبادي وهي تخاطب مسؤولي المحافظات التي تعرضت للدمار إثر العمليات العسكرية مسؤولون في الحكومة رفضوا الكشف عن أسمائهم أكدوا أن العبادي لن يعارض أي تحرك خارجي لمسؤولي المحافظات والمدن التي أعلن عن استعادتها من سيطرة تنظيم الدولة بهدف جمع تبرعات مالية لإعمار تلك المناطق بشرط أن يكون للحكومة في بغداد علم بذلك المسؤولون أنفسهم عزوا توجه العبادي لاتخاذ هذه الخطوة إلى الأزمة المالية الكبيرة التي عصفت بالخزينة العراقية وجعلتها عاجزة عن إعادة إعمار نحو ربع مليون منزل بات يشكل ملفا إنسانيا خطيرا ما يبرر توجه العبادي المحتمل نحو إلقاء الكرة في ملعب مسؤولي المحافظات هو فشل مؤتمر الكويت في تحقيق أهدافه المرجوة إذ أن الدول المتبرعة لم تسلم العراق دولارا واحدا حتى الآن رغم الحاجة الماسة لإغاثة السكان في المناطق المنكوبة باستثناء منظمات محلية تعمل في إطار مبادرات داتية لكن مساهمات هذه المنظمات لا يمكن أن تحقق شيئا على الأرض قياسا بكمية الخراب الناجم عن الحرب لكن استحداث صلاحيات إضافية لمسؤولي المحافظات بالتحرك لجمع الأموال قد ينطوي على مخاطر كثيرة ويفتح الباب أمام تدخلات خارجية وإملاءات من الجهات المانحة على تلك المحافظات بحسب النائب حامد المطلق وبينما يفكر العبادي في حل مناسب يخلصه من مأزق الإعمار تعاني 38 مدينة وقضاء شمالي العراق وغربه من دمار واسع نتيجة العمليات العسكرية الحكومية وأدرج البرلمان 21 مدينة من هذه المدن كمناطق منكوبة في فترات متفاوتة من العام الحالي ونهاية العام الماضي إذ تجاوزت نسبة الدمار فيها أكثر من 60% وشملت البنى التحتية والخدمات والممتلكات إضافة إلى تسجيل هذه المدن خسائر بشرية كبيرة في صفوف السكان موسيقى موسيقى